متاهات عديدة زج بها فريق الكرة بنادي زاخو نفسه فيها بعدما أضحى قريبا من الهبوط لدور الدرجة الأولى إذ يعيش الفريق تحت ضغوطات نفسية وهو يقف عاجزا بلا حول ولا قوة في المركز الأخير قبل ست جولات من ختام دور الكرة العراقي الممتاز فريق زاخو تلقى خسارة هي الثامنة عشرة له وذلك من فريق النفط الذي زاد من جراح فتية أبناء جبال وكسب انتصارا نقله إلى المركز الثالث كل ثلاث نقاط مهمة عدت وضعيتنا بالترتيب طفرتنا للمركز الثالث فوز صعب على فريق زاخو فريق زاخو من الفرقة الجيدة في أرضية ملعبها انتصار النفط في النتيجة تحقق مناصفة على مدار الشوطين وبهدفين دون مقابل سجل الأول عن طريق المهاجم أيمن حسين من كرة لعبها بذكاء على يسار حارس زاخو هاني شاكر الذي تحمل عبء العديد من الهجمات الخطيرة خاصة في القسم الثاني من اللقاء بعدما وقف أمام طموح مضاعفة النتيجة قبل أن ينهي البديل مازن فياض أحلام فريق زاخو بهدف ثاني ما يكون مستحيل بكرة القدم أحنا اللي علينا دن قدمه بالملعب ولكن بقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى أغلب المباريات ممكن احنا ملعبنا نوصل للهدف لكن ما نعرف يعني شن السر اللي انتشاهدت اليوم الفرص يمكن أكثر من ست فرص إلى سبع فرص ورغم الخسارة إلا أن لاعبي زاخو كانوا مسهمين فيما حصل نتيجة أدائهم الرتيب والافتقار إلى روحية المواجهة إذ كانوا يهدرون الكرات بطريقة عشوائية تنمو على ما يعيشونه من إرباك في كل النواحي بمقابل ما قدموه للفريق الضيف الذي شكى من سوء أرضية الملعب حتى جيت أنا حتى تمرنا قبل أول ترباح حتى تمرنا ملعب يابس بس مع الأسف أنا أتمنى هاي رسالة إدارة نادي زاخو كوتر قدم فوز وخصاوة تعالي بس تبقى العلاقات العندية علاقتنا كل هذا ونقول تحية إدارة نادي زاخو المحترمة بين الهدفين الذين سجلهما فريق النفط هذا اليوم في زاخو والمركز الثالث الذي وصل إليه بعد الزوراء والقوة الجوية قبل ست جولات من ختام منافسات دور الكرة الممتاز فإن فريق النفط هذا الموسم يعيش في علامة فارقة منها ما حققه من نتائج ومنها ما سجله من تواجد النجوم في دور الكرة الممتاز عمار ساطع الحرة زاخو